اشتركوا في القناة داعيا من المولى عز وجل ان يسبغ علينا جميعا نعمهم ظاهرة وباطنة وان يرفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين انك انت على كل شيء قدير طلابي الفرقة الثانية لغات وترجمة فورية في هذه المحاضرة نحاول ان نلقي الضوء على بعض النقاط التي كنا قد شرحناها من قبل بحكم انها ستكون يعني نهاية اخر محاضرة لنا عبر الانلاين نذكر بان الامتحان سوف يكون عن طريق البابلشيت والبابلشيت طبعا دايما انتم عارفين صح او خطأ واختيار من متعدد وهذه الامور طبعا ضمن متطلبات التكنولوجيا الحديثة فانت اعمل حسابك على ان الاسئلة هتكون موزعة على كافة المنهج جزئيات جزئيات صغيرة ايجي منها اسئلة معنى كلمة مضاد كلمة شرح عبارة واختار من المتعدد ايضا وعلمة صح او خطأ ولكن ده السهل هو سهل ولكنه سهل ممتنى فعليك ان تكون حريصا على ان تحصل على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية والنقد الادبي بدأنا محاضراتنا لهذا العام مع تعريف الادب للفرقة الثانية ما الادب وقلنا ان الادب ده قد تطور مفهومه عبر العصور الادبية المختلفة بدءا من العصر الجاهلي وكيف ان معنى عبارة الادب كانت تعني الداعي الى الطعام ثم تطور المعنى لتصل الى الوقت الحاضر بمعنى فن القول الجميل المعبر عن قلاجات النفس الانسانية تطور المعنى انتقل من معنى الى معنى اخر ولما جاء الاسلام اصبحت كلمة الادب معناها الخلق الحسن كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تأديب واصبحت بعد كده بمعنى كلمة المؤدب او المعلم لما كان الامراء والخلفاء يأتون بالمؤدبين والمعلمين لابنائهم يعلمونهم الشعرة والناثرة وايام العرب فاصبح المعلم اصبح يدعى بالمؤدب اي بيؤدبه يعلمه فانتقلت الكلمة من مكان الى مكان وتعني الادب ايضا تعني كلمة العجب والعجيب سمعت من صلاصة الى الاشكال ادبا على بياتها الحوالي وصولا الى العصر الحديث ووضعت لك تعريف في اول صفحة عندك بان الادب هو فن القول الجميل المعبر عن خلاجات النفس الانسانية وتجارب الانسان عبر العصور يندرك تحت باب الادب الشعر والناثر الشعر طبعا بطبيعته قديما كان شعرا موزونا مقفا يسير على بحر شعري واحد من بداية القصيدة الى اخرها وصولا ايضا الى مدرسة الشعر الحر وشعر التفعيلة واللي احنا طبعا اخذناها في خلال هذا الترمو طبعا انا انا اخذنا كم كبير من المعلومات حول النقد الادبي وحول الادب العربي بدأ من تعريف الادب ووصولا الى عثبات النص في الرواية العربية وعثبات النص بشكل عادي نقطة اخرى وهي طبيعة التطور اللغوي عند العرب وطبيعة التطور اللغوي عند غير العرب من الطبيعي لاي لغة من اللغات ان تتطور والتطور اللغوي في لغات اخرى قد يصل الى تغيير اللغة الى لغة الى لغة اخرى تماما مثل ما حدث فيه اللغة اللاتينية القديمة والتي تفرعت بعد ذلك الى لغة فرنسية ولغة انجليزية ولغة ايطالية ولغة المانية وما الى ذا الاصل كان لاتينية ثم تفرعت اللغة اللاتينية الى لغات اخرى يعني بفضل التطور اللغوي وبفضل دخول بعض اللهاجات في اللغة يعني لما نقرأ ما كتبه في اللغة الانجليزية لانه مكتوب بلغة قديمة لابد ان يكتب بلغة حديثة خاصة باللغة الانجليزية طب هل هذا الامر ينطبق على اللغة العربية؟ لا هذا الامر لم ينطبق على اللغة العربية لان اولا اللغة العربية تتطور مثلما تتطور اللغات الاخرى الالفاظ الموجودة تتطور واذا انتقل الى يعني كلمة مثلا سيارة كلمة سيارة نعرف ونعرف معناها كلمة قافلة القافلة اللي كانت بتسير مع الجمال والنياق في العصر الجاهلي وبداية ظهور الاسلام ده بتسمها قافلة ونسمى الان القطار الذي ده قافلة كانت تعني قطار ايضا دلوقتي بنولي القطار هو القطار الذي له محطة ومعروف للكافة تتطور معاني والفاظ اللغة العربية ولكن هذا الامر لا يؤدي على الاطلاق الى وجود لغة اخرى تماما بل هذا الامر كان يزيد اللغة قوة وهذا هو الفارق بين اللغة العربية واللغات الاخرى بان اللغة العربية متماسكة وظلت وستظل متماسكة الى ابد الابدين لماذا نحن الان شهود ونحن في القرن مثلا او في الف ربعمية و سنوات عديدة الف ربعمية واربعين و الف ربعمية واربعين و الف ربعمية واربعين في القرن الخامس عشر نلاحظ ان ما كتبه منذ اكثر من الف و خمسمية سنة نفهمه الان لاحظ ان ما قاله عن ترى بن شداد والحاس بن حلزة و عمرو بن كلسوم و النابغة الذبياني و شعراء العصر الجاهلي نفهمه الان عن ترى كان يقولون عن تا والرماحك انها اشطان بيرن في لبان الادهمي تعبير عن شجاعة عن ترى عن حب عن ترى وبحث عن الحرية هي هي الافعال وهي هي الكلمات التي نستخدمها الان و نعبر عن الحرية و عن الامال التي افتقدناها والتي نبحث عنها حتى في الغزر لما لا عن ترى يقول في محبوبته عبله ولقد ذكرتك والرماح نواهل من وبيض الهند تقتر من دمي فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم انظر الى الكلمات الرقيقة العذبة همها الان هذا هو المجنون مجنون ليلة يقول امر على الديار ديار ليلة اقبل ذا الجدار و ذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار انظر الى الكلمات العذبة الرقيقة يفهمه الان وهذا سر قوة هذه اللغة ما كتبه اولها يفهمه الان اخرها الان يفهمه ما كتبه منذ اكثر من 1500 عام في اللغة العربية يعني امر القيس كان يقول وليل يصف حال المهموم وحال بالليل الذي يطول ان الليل يطول على المهموم يقول وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم اليابتلي فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناعب كالكالي الا ايها الليل الطويل والانجالي بصبح وما الاصباح منك بامتالي نعم هذه هي اللغة العربية التي حباها المولى عز وجل وجعلها لغة قرآنه العظيم ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحفظه تحدثت ايضا يا شباب عن العصور الادبية المختلفة بدأ من عصر الجاهلي ثم العصر الاسلامي ثم العصر الاموي ثم العصر العباسي الاول والثاني ثم العصر الحديث هذه العصور تحدث عنها ريجيس بلاشير هذه العصور تحدث عنها كارل بروكالليمان وله كتاب قيم في الادب العربي وتاريخ الادب العربي وايضا ريجيس بلاشير له كتاب في هذا المجال وله احاديثه عن الترتيب الزمني للعصور الادبية بمعنى انه كان يرفض التقسيم السابق للعصور لان التقسيم السابق للعصور الادبية كان قد بني على الاساس السياسي لما قل لك الامتحان العصور الادبية تم تقسيمها على اساس نقط اكمل او تم تم تقسيم العصور السياسية على اساس سياسي صح ام خطأ صح لماذا العصر الجهيري انتهى ثم جاء العصر الاسلامي ثم العصر الاموي ثم العصر العباسي الاول والثاني ثم على ذلك العصر الحديث هذه العصور الادبية ايه قلت طبعا لكم على ان العصر العباسي كان يعتبر من ازهى عصور الادب العربي بفضلك او كابة من الشعراء والكتاب الكبار المتنبي ابو تمام المحتري الجاحظ اه كان قبل ذلك بقليل القرن الثاني الهجري ثم بعد ذلك كتاب كبار في العصر العباسي تحديدا اه الاول والثاني مئتين وثانين وثانين هجريا وايه الذي انتهى في اه القرن السابع عشر بوجود هلاك وبقى لما جه من بره وحطم حضارة العراق وبلاد الرفضين حضارة عربية عريقة حطموها سابقا وحطموها لاحقا لما نسأل سألوا ما الاساس الذي اعتمد عليه الدارسون العرب في تحديد العصور الادبية وما هي ردود الافعال التي ترتبت على هذا التقسيم الاساس هو اساس السياسي طب ما هي ردود الافعال ردود الافعال كانت حول شيئا ايه الشيئ الاول حول الشاعر الذي يعيش في قرنين من الزمان واحدة تولد في العصر الجاهلي وعاش في العصر الاسلامي هنقول عليه هو تابع العصر الجاهلي ولا تابع العصر الاسلامي هنقول عن الشاعر المخضرة اذا الشاعر او الاديب او الكاتب الذي عاش في قرنين من الزمان عاش في قرنين من الزمان من زميه الشاعر المخضرة طيب وأساس آخر ترتب على هذا التقسيم هو تعريف الأدب احنا عرفنا أن الباحثين العرب مالوا كثيراً لإصطلاح الأدب على الأجناس الأدبية المعروفة مثل الشعر والناثر والمقالة والمسرع والخطابة والكتابة وحتى الرسال لكن المستعربين بقى لهم جم من بره يدرسوا الأدب العربي وسعوا هذا الأمر يبقى المعنى الواسع كان عند العرب ولا عند الغرب كان عند الغرب ويوسعوا مفهوم الأدب حتى يشمل إلى جانب تلك الأنواع المقالة والخطرة والشعر والنسر يشمل الكتابات التاريخية سموها الأدب وأيضاً الفكرية والاجتماعية بالإضافة إلى كتابات الكتابات الفلسفية والعجائق والرحلات أضفوها إلى الأدب أصبح الأدب له مفهوم واسع خطه المستعربون الغربيون لما قلت سؤال ما الأسسانة اعتمد عليه كارل مروكالليمان في تقسيم العصور الأدبية لأنه اعتمد كارل مروكالليمان على تحديد معنى الأدب من خلال إطلاقه على كل الأنواع الأدبية فضلاً عن جميع الأعمال الفكرية والاجتماعية واعتمد على احتداد من خلال مفهوم الأدب بمعناه الواسع لهو اعتمده الغرب سؤال مهم جداً لما قلتك ما المعيار الذي اقترحه بلاشير لإعادة تقسيم الأدب العرب اعتمد على شيء مهم جداً اعتمد بلاشير في تقسيمه للعصور الأدبية في مؤلفه بلاشير له مؤلف مهم جداً وهو اللحظات الفاصلة في تاريخ الأدب العرب طبعاً كارل مروكالليمان له كتاب معروف هو تاريخ الأدب العرب اعتمد على التغيرات الفكرية والثقافية وقسب العصور على هذا الأساس إلى خمسة عصور طبعاً دي كانت المحاضرات الأولى لنا في هذا الترم ثم انتقلنا إلى وجهة مهمة جداً وهي وجهة الحديث عن القصة القصيرة خضنا معارك عديدة في القصة القصيرة وتحدثنا عن خصائص القصة القصيرة وتحدثنا أيضاً عن عناصر القصة القصيرة وقلنا لابد أن تحفظ يعني خصائص ويعني عناصر وبناء الحدث في القصة القصيرة أو إشكالية الحدث في القصة القصيرة لما قلت مثلاً من أهم خصائص القصة القصيرة الوحدة وقلت في امتحان تطبق الوحدة أو استخرج الوحدة من قصة الريحانة التي في الركن مثلاً للدكتور محمد المخزنجي أو تحدث عن الوحدة في قصة يوسف إدريس مثلاً حمال الكراسي أو تحدث برضو عن حمال الكراسي أقول لك ما الهدف أو ما المغزى من قصة حمال الكراسي ليوسف إدريس كان هدف سياسي بحت أنه كان يعني يعيب على الواقع من ضمن خصائص القصة القصيرة نقولنا الوحدة التكسيف والدراما الوحدة عرفنا يعني فكرة واحدة يعني أشخاص قليلون يعني تعني أشياء كثيرة لكن التكسيف هو أن أكثف الكلام الذي أريد أن أقوله في عشر صفحات أقوله في صفحة واحدة ما أود أن أقوله في صفحتين أقوله في صفحة واحدة بمعنى أن الكلام الذي أكتبه يكون فيه تكسيف أي أن الكلام الذي أكتبه فيه دلالة على كلمات أخرى ممكن أن تكتب لذلك لما درسنا قصة موت موظف للكاتب الروسي أنتوان تشيكوف قلنا فيها تكسيف دلالي وتكسيف بنائي كمان موجود تكسيف البنائي وتكسيف الدلالي في هذه القصة العجيب وصلنا إلى جزئية مهمة في القصة القصيرة وهو وهي الحدث بناء الحدث وصياقة الحدث طبعا ده موضوعهم جدا للطلاب اللي طبعا لنا اكتشفتهم صراحة بيكتبوا بيكتبوا قصة وجوهون القصص ونشرنا كمان قصص في الصحافة اليوم تشجيعا لهم وأدعو كل الطلاب إلى الكتابة الكتابة زي ما قلت لك ده سر الخلوط الكتابة وهي سر الخلوط علينا أن نكتب ونكتب حتى نعيش أعمارا فوق أعمالنا وأزمانا فوق أزماننا قلنا الحدث وطلاق بنائي في الطريقة التقليدية في الطريقة الحديثة الطريقة الحديثة اللي بيبدأ فيها القص بالمشكلة بالمشكلة ثم طريقة الارتجاع الفني اللي هي بنسميها الخط في خلفا نأتي نفسي ياخت الحدث كيف يوصغ الحدث يوصغ الحدث إما عن طريقة الترجمة الذاتية يعني الترجمة الذاتية يعني لما أقول لك مثلا كتبته خرجته لعبته دي ترجمة ذاتية بتكلم على نفسي بتكلم عن نفسي بتكلم عن نفسي من خلال استخدام تقليد فعل أو طريقة السرد المباشر والسرد المباشر يعني أتكلم عن الهواء والهين الغائب طيب ثم طريقة الوثائق والرسائل والمذكرات دي طريقة من طرق صياغة الحدث في القصة القصيرة طبعا عندنا من عناصر القصة القصيرة أيضا الفكرة والبيئة والزمان والمكان والحبكة وعلامات الترقيم من الأهمية بالمكان علامات الترقيم عندنا يا شباب نفهمها كويس أو نعرفها كويس أو عندنا طبقنا الوحدة والتكسيف والدراما على قصة الريحانة التي في الركن يعني في عجالة كده بنراجع على بعض الأمور يوسف إدريس قصة حمال كراسي وقصة نظرة هي من الأهمية بمكان وعندنا قصة مجموعة مجموعة عصفير الروح للقوة السامير فوزي وقلنا القصص اللي موجودة كيف صغل كتب الحدث فيها وكيف مانا الحدث فيها وصولا إلى حديث عن المقال وكتابة المقال وكيف نكتب المقال وانتهاء طبعا بشعرية وعتبات النصوص كيف نكتب المقال دي مهم جدا إزاي نكتب مقال ودللتلك على مقالية ما نشور في جارية الحوار الجزائرية وده من الأهمية بمكان ونأتي للشعرية وعتبات النصوص دي اللي اختبنا بها الكتاب الشعرية وعتبات النصوص ما معنى الشعرية وهي البحث في الإبداع وعبارة عتبات النصوص طبعا كما تعلمون هذا الكلام ذكرته في المعجم المفسر لعتبات النصوص وذكرته أيضا في كتابي عتبات النص في الرواية العربية الحديث عن عتبات النص لكن عبارة الشعرية أنا تعمدت أن أجيب لك جزء بسيط جدا عن الشعرية في نهاية الكتاب لسببين السبب الأول يبقى فيه في دماغك حالي اسمها الشعرية السبب الثاني أن تعلم أن الشعرية هي البحث في مناطق الإبداع عند الأدباء وعند المثقفين وعند الكتاب بشكل عام إلى هنا هذه العجالة حاولنا أن نطوف فيها ونجول بسرعة حول الموضوع ووضعاتها التي قمنا بالحديث عنها من قلال كتاب اللغة العربية والنقد الأدبي للفقه الثانية على أمل إن شاء الله بإذننا تعالى نلتقي في الترم الثاني أيضا عبر هذه المحاضرات أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح والسداد ها هو زا يحييكم أستاذكم من دكتور عزيز علي اسماعيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة